ترجمة نانسي قنقر دول التحالف الربعي سوف لن تكترث ببكائيات النظام القطري مهما على صوتها وارتفع ضجيجها وموضوع عزمة النظام القطري سوف يبقى مهملا بعيدا هناك على الرف إن لم تكن تمت خطوات واضحة من قبله للوفاء التام بما وقع عليه ثم تنصل منه ومشكلة النظام القطري هي عدم استيعابه للواقع حتى الآن وظنه أن دول التحالف الربعي سوف تغير موقفها وتتراجع عن مطالبها وتعفو وتصفح عنه مع مرور الوقت من دون أن يقدم على أي خطوات ملموسة وواضحة تضع حدا للإرهاب والخراب والدمار الذي أتى به النظام إلى المنطقة وفي استمرار لمسلسل العبث وتضييع الوقت يقوم النظام القطري ببث أخبار مفتعلة وشائعات لا واقع لها تتحدث عن مبادرات لحل أزمته وتحكي عن تفاؤل لا وجود له إلا في مخيلته في حين أن حقيقة الوضع هي الورطة التي يعيشها النظام مع شلال التسريبات القذافية الموثقة التي بدأت تتدفق كاشفة حجم التواطئ والخبث وكم الشر المستطير المضمر في كل تحركاته ضد مملكة البحرين والأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية ولذلك فإنه ليس إلا أمرا مضحكا أن يعتقد النظام القطري أن حياله هذه سوف تنطلي على دول التحالف الرباعي أو حتى ستصدقها شعوب المنطقة وسط هذا الكم من التسجيلات والفضائح القطرية التي تقمر الفضاء الافتراضي ولا يستطيع النظام القطري إصدار حرف نفي أو تكذيب واحد بشأنها لأنه سبق أن اعترف على العلن وعبر لسان وزير خارجيته الأسبق بصحة هذه التسجيلات التي حاول أن يطمس أثرها ويخفي وجودها ولم يصعفه في ذلك حتى وصوله إلى القذاف شخصيا واقتياله والتنكيل به في الصحراء ولأن النوايا والأفعال القطرية باتت واضحة للعلن وضوح الشمس في كبد ومنتصف السماء فإن النظام القطري سوف يبقى منبوذا ومهمشا وغير موثوق به وبأقواله وأفعاله وستنضي دول التحالف الرباعي مع كل من سندها في طريقها وسيبقى ملف الأزمة القطرية مركونا على الرف حتى إشعار آخر اشتركوا في القناة